60 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء الجزائر فتحت أبوابها اليوم أمام الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيسا جديدا للبلاد التي تشهد اضطرابات على مدار الأشهر الماضية ويتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين هم عبد العزيز بالعيد رئيس جبهة المستقبل وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات والمرشح الحر عبد المجيد تبون وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطنية وأعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي وفي غياب استطلاعات الرأي في الجزائر من الصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون جزائرية في حين يدلي نحو 914 ألف ناخب بأصواتهم في الخارج وتستمر عملية التصويت 11 ساعة ليتم بعدها البدء بفرز الأصوات وإعلان النتائج وبخلاف الاستحقاقات الانتخابية السابقة تشهد الانتخابات الحالية إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على جميع مراحل العملية الانتخابية بدلا من الحكومة مؤكدة استعدادها لحماية الاستحقاق الرئاسي كل الإجراءات التي تخذتها السلطة تم العمل بها كل ما يجب الضمان السير الحسن للعملية الانتخابية رأي وفرتها السلطة ورأي مجزة على أرض الواقع ممثلين المنتخبين حاضرين المراقبين حاضرين ورأس الماركز حاضرين والحمد لله رأيكين فئة كبيرة من الشعب رأي تنتخب اللفت في هذه الانتخابات أن هناك فريقين الأول معارض للانتخابات لأنها تضم وجوها من النظام القديم في حين يرى الفريق المؤيد لإجراء انتخابات رئاسية أنها الفرصة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمات السياسية والمؤسساتية التي تعاني منها الجزائر